السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد و وصفة جديدة اقتراح اليوم 3 طرو ديال رايب بالحليب غبرة بدون حليب سائل كي يجي رائع عاقد المكونات بسيطة و الديد في الماداق دياله معليكم الا تتابعوا لفيديو من الاول تل الاخير باش تنجح معاكم الوصفة ان شاء الله سنحتاج هنا الكاس و نصف ديال العنبة ديال السكر سانيدة البنات اللي بغى يدير رايب مسوس و عندو شي واحد مثلا في الدار في السكرية او المريض ممكن ما يدير السكر راه كي يجي بحل ياغور طبيعي غندير هنا تلات كؤوس ديال الحليب غبرة اللي بغيتو تديروا مثلا ايطر و نصف معليكم الا هاد المكونات كلهم قسموهم علاجوش انا غنخلي لكم المقادر مكتوبة اسفل الفيديو ان شاء الله تسجلوها او لا تسكرينوها غندير هنا تلات الكؤوس ديال الحليب غبرة كاس و نصف ديال السكر جوج علاب ديال الياغورت يكون عاقد ضروري البنات الياغورت يكون عاقد وبنكها ديال الفاني كيف ما قلت لكم البنات هاد الكيميارة خرجت ليه ثلاثة ايطر و ديال رايب ممكن تديرو نصف المكونات باش يخرج لكم غير ايطر و نصف جوج صاشيات ديال الفاني و غادي نحتاج هنا اه في الاول سبعة ديال الكيسان ديال الما بارد يعني هاد المرحلة اللي اول ديال الريب غا ندير الماء يكون بارد عادي من روبيني سبعة ديال الكؤوس إلا كان عندكم مثلا الهاشوار او الخلط الكهربائي او البلاس اللي كتخلطوا فيها مثلا صغيرة ديرو غير القياس و من بعد تكملو القياس اللي باقس بعديا الكؤوس ممكن تديرو هادك الميكسر او الاطراب اليداوي اللي ما متوفراش عنده مثلا الخلط غير راي تطربوه مزيان باش المكونات كلهم كينساجموا و يدوبو هنا من بعد مطحنت هادوك المكونات صافي كيف ما كتشوفوه نساجموا ليه و حيدوا هادوك تكتولات ديال الحليب وتل ياغور تخلط مزيان دابا غدي نضيفها نحطها في الكوكوت هادك الخالط و غنضيف هنا سبعة ديال الكؤوس ديال الما يكون غليان يعني الما طيب يكون تلق سبولة مباشرة تحطوه فوق من هاد الحليب في الاول سبعة ديال الكؤوس من الروبيني باردين و في المرحلة الثانية من اللي كان طحنوه قد ديرو سبعة ديال الكؤوس يكونوا غليان الما كيف ما كتشوفوه راه الما طيب و طالق سبولة راه البخار كيبال ليكم يعني راه تبارك الله كيمية كتيرة كي خرج هذا رايب ثلاثة ديال القراعي ديال اترو غدي نخلط هاد المكونات كلهم بتاكي نساجم هادك المال اللي كبيت مع المكونات سافي وكنسد على الكوكوت وكنديلها صفارة كنغطيها بوحد الملاية صغيرة او لشي شي بما ينطق تكون سخونة دافية وكنحطها نحط تحت منها شي حاجة وكنحطها في شي بليسة اللي كتكون دافية ونخليها انا درتو هنا في العشية وخليتو حتى الصباح ونكمل معكم التصوير هنا من اللي داز ليلة كاملة غنوريكم القوام ديالو كيفاش ولا شوفوا يا البنات راه جاء عاقد راه ما نقولش لكم كيفاش جاء جاء غزال يا البنات جاء والمضاق راه ما نقولش لكم عليها البنات الشي الياغورت إلا ما درتوش فيه السكر راه كيجي بحل ياغورت طبيعي الناس اللي فيهم السكرية راه زوين لهم بزاف بزاف يعني ما يديروش فيه السكر غيجيهم بحل ضانون طبيعي إلا البنات اللي بغاوا يديروه السكر راه كيديروه من الأول أولا ممكن تديريه بلا سكر وكل واحد كيزيد السكر على حساب الرغبة اللي بغا شوفوا كيفاش جاء جاء قد ممكن تخلطوه وتكبوه تفل قراعي أولا تهزوا بحل هاكل جبيبنات كيفما الطريقة اللي بغيتوا تقدموه بيها كتقدموه كيجي غزال والمضاق ديالو راه ما نقولش لكم علي ذاك الحالي بغبرة المضاق ديالو جرائع والقوام ديالو كذلك وسهل الطريقة ديالو ما كتحتاجيش نهائيا لا تغلي الحليب ولا تحطيه وعارفين أنه في رمضان كنكونوا شارين هذاك الحليب غبرة كنكونوا شارينه لعني كيكون متوفر لينا وهنا كيفما كتشوفوا اللي بغي السيرو ممكن يديرو أنا درت هنا ذاك السيرو ديال الرومان وديال النعناع واللي بغي ياكلو بحل هاك بلا السيرو ممكن كذلك يبقى على حساب الرغبة وعلى حساب يعني اللي كيبغي شي حاجة كيقدر يديره وكان هدا هو الاقتراح ديال اليوم تقدري توجدي لصحور رمضان او الا مثلا احتبل رمضان تقدري توجدي كتحلية وكانت من هنا هنا الاعجاب ديالكم تجربوا بإذن الله ببارتاجي ومع الأحباب والأصدقاء ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبتعاليكم محفزة ومن هنا كنقول لكم الى فيديو قادم والى وصفة قادمة بإذن الله